تعلن شؤون طيران المدني في مملكة البحرين عن تقليل عدد الرحلات القادمة من دول المنطقة وتمديد تعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارق الدولي لمدة 48 ساعة إضافية ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا كوفيد 19 ومكافحاته والتصدي له وتلفت شؤون الطيران المدني عناية المسافرين البحرينيين والمقيمين المتواجدين في الدول الموبوءة بفيروس كورونا كوفيد 19 الاتصال على الرقم الظاهر على الشاشة وتؤكد شؤون الطيران المدني بأنها تقوم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 واتباع ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية في هذا الشان لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19 والحد بانتشاره للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وشددت شؤون الطيران المدني في هذا الصدد على جميع المسافرين ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية وطرق الوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 التي أصدرتها وزارة الصحة والمتوافقة مع المعايير الدولية ترجمة نانسي قنقر